بتمويل من الصندوق الوطني للتنمية الريفية والصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب تستفيد ولاية بشار من عديد مشاريع ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء الريفية والأنموذج من دائرة تاغيت حيث استفادت كل من المنطقة الفلاحية العوينة والمطيلح من الكهرباء الريفية إنجاز حوالي ما يقدر ب30 كيلومتر مست منطقته المطيلح وكذا العوينة بمبلغ مالي يقدر بما يفوق 70 مليون دينار جزائري هذا كله يرمي إلى المرافقة الفلاح ودعمه التقني والمادي والمعناوي بمختلف الوسائل ومختلف طرق فلاحوا المنطقة وبعد معاناة طويلة من العدام الكهرباء الريفية استبشروا اليوم خيرا بدخول هذه الطاقة الحيوية حيز الخدمة حيث يعيدون بالكثير خلال المواسم الفلاحية المقبلة هي الكهرباء هي الأساس إنما كان كهرباء مولا من جمش يخدم نقول لك عنات في الموسائل البديل الأولى الناس عنات جايبها من عندي من طرنصفو ديتها بطلق قريبا 500 مطر والناس اللي كانت زمات جري وكانت الأخرى تبادر في هاد الأخر باش جي الكهرباء وجات يا ربي لك الحمد روحنا وحنا عزادي خسنا نخدمه الحمد لله هاد العام راه دعمونا بالكهرباء في مدة شهرين اعطوها للطاشرون خدمها في الحق خدمها في السع هي برانشينة كاين منافقة كاين دول مخسامة دير خسير نستخدم كما تشهد المحيطات الفلاحية في مختلف بلديات الولاية منذ سنة 2015 مشاريع للربط بالكهرباء الريفية قدرت بمسافة تزيد عن المائتين وثمانين كيلومتر وفي الأفق برامج أخرى للنهوض بهذا القطاع الهام في معادلة الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة